بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. آآ النهاردة هنفسر مع بعض رمز جديد وهو رمز آآ دبح البكرة. آآ لما نشوف الرأي انه بيتبح بكرة هنعرف معناها آآ بشكل عام. كمان هنعرف آآ معناها آآ آآ امتى بتكون محمودة وامتى بتكون غير محمودة. اولا آآ رمز آآ دبح البكرة في المنام من الرموز اللي بالغالب بتكون محمودة بعكس الناس كتير ممكن تفتكر ان هو رمز صغير محمودة. لان البكرة في في الحياة بشكل عام من آآ من الاشياء اللي بتتنفع الرؤية آآ يعني بنستفيد آآ من البكر سواء آآ ملحوم او بقلبان او بجلود فمن الرموز اللي محمودة جدا آآ رؤيتها في الغالب في المنام. اولا رؤيته آآ رؤيتها آآ رؤية تبح البكرة في المنام من الرموز اللي بتبشر آآ بحصول الرأي على اموال. كمان آآ بحصوله على آآ منظب او على مكانة. كمان لو شاف ان هو آآ بيتبح البكرة وبيقطع آآ بيقطع آآ لحمهم. وكان اللحم شكله آآ حلو يعني مش فاسق ما هوش اي عيب. فآآ آآ اولا بندل على حصول الرأي على الشيء هو بيتمنى او بيسعى لي آآ سواء حصوله على رزق حصوله على مكانة او على آآ آآ اي امنية هو بيسعى ليها ولكن بعد شوية من الجهد او من التعب. آآ كمان لو كان الرأي آآ طالب في في مرحلة التعليم فمن الرموز اللي بتبشر بنجاح. كمان لو كان تاجر فبرضو من الرموز اللي بتبشر بيحصوله على مكاسب على ارباح على رزق. العكس لو كان اللحم بتاع البكر او البكرة غير آآ نظيف او فاسد. فدي من الرموز للأسف في الحالة دي بتكون رمس سايق. فبيدل على حزن على اهم آآ على اهم ممكن آآ يمر بيه الرأي. كمان ممكن تدل على اخبار غير سعرة او غير سعيدة. كمان آآ من الرموز اللي بتدل على فقط شخص عزيز. سواء الفقط ده بآآ وفاة او بانفصال. آآ تابحة اللي بكرة في المنام وتقطعها كمان من الرموز اللي بتدل على ده يسير او تسير الامور. وعلى خلاص من ازمات ومن مشاكل آآ كان بيمر بيها الرأي. آآ كمان تابحة البكرة وتقطعها ويشوف ان هو بيوزها. فمعنى كده انها هيحصل على آآ اموال يمكن آآ من شراقة او آآ من آآ مراس. آآ خصوصا لو شاف ان هو بيقسمها بينه وبين آآ اخواته. آآ لو شاف ان هو بيتبح بكرة آآ كبيرة او بكرة آآ سامينة في في المنام. فدي آآ شوية بتدل على سروة. هو هيحصل عليها على رخاء على حد حسن في في المعيشة. كل ما كان حكم البكرة وكبير. كل ما كان السروة دي هتكون اكبر. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على صحة آآ وعلى نجاح آآ اللي رأي مسلا من ازمة صحية سواء هو او احد ابنيه. آآ كمان آآ الدبح البكرة في المنام برضو من الرموز اللي بتبشر بنجاح. آآ بانتظار آآ على عدو او على حد آآ حاسد او حاقت آآ للرأي. رؤية آآ اجزاء من من البكرة. يعني ان يشوف الراس بس بتاعت البكرة في المنام. آآ لو شافها ان هي مطبوحة وهو غير نظيفة فمعنى كده ان في مشاكل هيمر بيها مع اسرده. كمان آآ تحذير او انزار للرأي من قطيعة رحم. الارجل بتاعت البكرة. آآ لو برضو شافها انها غير نصيفة فمعنى كده ان هو آآ يعني هيمر شوية بازمة ممكن تكون ازمة صحية. ولعجز لو شافها ان هي نظيفة فمعنى كده انه هيتمتع بصحة هيتمتع بحيوية. آآ كمان من الرموز اللي بت بتدل على تغيير في حياة الرائي الافضل. لو آآ شخص غير متزوج وشاف انه هو بيتبح آآ بكرة في المنام فدي من الرموز اللي بتبشر ليه بالزواج. آآ بالزواج عن قريب. آآ تبح البكرة كمان واكل آآ لحمها من الرموز اللي بتبشر برزق. وبركة آآ يمكن حصول الرزق وبركة غير متوقع. ما غير متوقع الرأي. كمان آآ انه هيحصل على آآ ممكن منظب. او هيحصل على آآ شيء آآ كان منتظره. او شيء غير متوقع. آآ كمان من الرموز اللي بتبشر بحصول الرأي على اموال. يمكن اموال آآ دي هتكون آآ يعني آآ شوية آآ بتعب. كمان آآ ممكن تدل على انه هيحصل على منصب. او على مكافأة. او على ترقية. آآ كمان لو شاف ان آآ يعني البكرة ماتت. دي شوية من الرموز اللي بتكون غير محمودة. فممكن تدل على مرض. هيمر بيها الرأي ممكن تكون آآ يعني بيكون آآ في مجمل آآ الرأي ان هي رمز غير محمود. فبيكون تحذير للرأي. آآ كمان من الرموز اللي بتبشر بسفر. ان ممكن آآ الرأي يسافر سواء آآ يحصل على علم. او آآ يسافر انه يحصل على مال. آآ آآ خصوصا لو شاف ان هو بيتبح البكرة وبياكل من اللحمها. فدي من الرموز اللي بت بتبشر بسفر لو كان هو بيسعى لسفر. آآ كمان آآ من الرموز اللي بتبشر بحصول الرأي على اموال او على عمل. آآ لو كان بيسعى لعمل فبشارة ليه بحصوله على آآ عمل. آآ لو شاف الشخص المتزوج او المرأة المتزوجة آآ ان هو في منام وبقى بكرة متبوحة. في الحالة دي بتكون رمز غير محمود آآ لل للرأي. فبيبقى معناه آآ للأسف آآ انفصال آآ يعني هيحصل بين الزوجين آآ سواء آآ انفصال بطلاء او انفصال آآ بخلافات. آآ كمان آآ دبح آآ البقرة النحيلة او النحيفة في المنام. فمعنى كده ان آآ آآ الرأي آآ آآ هيمر بسنوات صعبة في حياته آآ آآ فيها ديئة فيها ازمة فيها فقر. آآ آآ تبح البقرة السمينة في في المنام من الرموز اللي بتبشر بيه رخاء وآآ بيعز ورزء كتير للرأي. كمان آآ آآ من الرموز اللي بتبشر بارزاء غير متوقعة آآ آآ للرأي. آآ آآ خطط لو كانت الرأي داجر مثلا او آآ آآ مستزمر فمعنى كده ان هو هيحصل على ارباح او على آآ 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 مكاسب آآ مالية آآ من الدجارة آآ آآ جيد. آآ كمان من الرموز اللي آآ آآ شوية بتبتدي آآ آآ احساس بالامان. ان لو الشخص خايف من مستقبل من حاجة او قلان من حاجة. آآ 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 بيبقى بشارة لي ب بيحصوله على آآ 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 ده كده آآ باختصار رؤية آآ آآ دبح البكرة في المنام. فصرناها آآ آآ بشكل عام. بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. آآ لو في اي سؤال او استفسار اكتبوني تحت وانا هردت عليكم. آآ بشكروا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. ترجمة نانسي قنقر